سدرة منيرة أطلت الجدة منيرة من نافذة غرفتها فرأت أحفادها محمد ونورة وسارة يلعبون في حديقة المنزل ويدورون حول السدرة سعداء ثم جلسوا تحت ظلال السدرة الكبيرة وأخذوا يأكلون الكنار اللذيذ خرجت الجدة منيرة إلى الحديقة فتسابق الأحفاد يركضون نحوها يسلمون عليها ويقبلون رأسها قال محمد جدتي كنار صدرتك لذيذ طعمه حلو مذاقه قالت الجدة عليكم بالعافية يا أبناء الصغار سألت سارة لماذا نسمي هذه السدرة سدرة منيرة ألا اسمك يا جدتي صاح محمد ونورة نريد أن نعرف سبب هذه التسمية يا جدة ابتسمت الجدة وقالت زرع أبي هذه السدرة يوم ولادتي وقال سأسمي السدرة باسم منيرة الصغيرة سألت نورة جدتها هل كنت صغيرة مثلنا؟ ضحكت الجدة وقالت نعم كنت صغيرة مثلكم ثم كبرت قال محمد وسدرتك هل كانت صغيرة أيضا؟ أجابت الجدة نعم كانت شجرة صغيرة جدا وكان أبي يسقيها كل يوم ويرعاها فأنا كنت أكبر والسدرة مثلي تكبر قال محمد جدتي يعني عمر هذه السدرة مثل عمرك وقدم لها الكنار قالت منيرة هذا الكنار من صدرة منيرة يعني من صدرة جدتي ابتعد الأطفال عن الجدة قليلا للتشاور ثم اقتربوا منها فقال محمد جدتي سيكون هناك أصدقاء لشجرتك الجميلة صدرة منيرة قالت الجدة متعجبة أيكون لصدرتي أصدقاء؟ ردت سارة نعم ستكون هنا نخلة سارة وقالت نورة ونخلة نورة وقال محمد ونخلة محمد